وقد وفان مراسل التلفزيون المصري محمود جميل بهذه الرسالة من مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أهلاً وصهلاً بحضراتكم أرحب بكم خطوة هامة نحو التحول الرقمي ويعني توجه الدولة لتحويل مصر الرقمية وأيضاً خطوة هامة لتعزيز السلامة والأمن للمواطنين بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المركز مركز التحكم الرئيسي للشركة الوطنية للسلامة والطوارئ هذا المركز الهام الذي يقدم كل خدمات السلامة والأمان وأيضاً خدمات الرعاية الصحية والخاصة بكل القطاعات الموجودة في الدولة من خلال المركز التحكم الرئيسي الذي نتواجد به الآن يعني دعونا نتحدث بشكل تفصيلي عن هذا المركز من خلال لقاء بي المهندس خالد عبد الهادي رئيس قسم تخطيط وتصميم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مهندس خالد يعني برحب بحضرتك طبعاً وببارك لحضرتك على افتتاح هذا المركز لو تضعنا وتضع المشاهدين في صورة أقرب ما هو هذا المركز وما الهدف من إنشاؤه هو المركز تحكم الشبكة الوطنية هو جزء من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ليه عبارة عن شبكة اتصالات أنشئة جديدة بتوجهات السيد الرئيسي السيد الجمهورية إن الشبكة تي بتقدم خدمات الاتصالات الحديثة بأحدث تقنيات التكنولوجيا الجيل الرابع والخامس الهدف من الشبكة زي ما حقاً قلت هي إن إحنا نقدم خدمة المواطنين بشكل مباشر غير مباشر الخدمة دي بتنعكس على حياة المواطنين في حالة الطوارئ والأزمات حال حدوث لقدر الله أي حالة طوارئ أو أزمات هيبقى فيه رقم موحد الرقم ده المواطن هيتصل بيه الشكوى بتاعته متتبعة رجد هو تصل الساعة كام اشتكى الساعة كام أي إن كانت الشكويت وليها علاقة لقدر الله حدث على طريق أو حريق الشكوية بتوجه للعناصر المختصة العناصر المختصة بتبقى قادرة إن هي تشوف العناصر بتاعتها على الأرض وبتوجه أقرب عنصر للمواطن اللي بيشتكي سواء لو المواطن ده في حدث على طريق بتشوف أقرب عربية إسعاف موجودة أقرب دورية نجدة بتحركها فالمواطن بيبتيتي بتنعكس عليه الخدمة بطريقة غير مباشرة بحيث إنه زمن الاستجابة بيبقى سريع العنصر بيوصلوا بأقصى سرعة بالإضافة إن الشبكة بتوفر خدمات في أماكن ما كانش موجود فيها أي بنية تحتية للإتصالات قبل كده نجحنا إن إحنا نخش في الأماكن دي وننشئ البنية التحتية وبالتالي ساعتها المواطن هيحس بالمفارق الكبير اللي حاصل قبل كده إن ما هو كان بيشتكي وكان إن فيه تأخير بيحصل في الوصول أو إن الرقم مشغول على طول الكلام ده إن شاء الله مش يبقى موجود بعد كده باش مهندس يمكن إحنا كمان المركز هنا بيتيح التواصل مع كافة القطاعات والوزرات زي ما طبعا يعني تابعنا ورصدنا وزارة النقل الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الداخلية إزاي فاندس بيتم الربط ما بين كل هذه القطاعات وإزاي حضراتكم كمان يعني بتتحكم من خلال الشاشات دي في الوصول لكل الخدمات أو لكل الأزمات الموجودة في مختلف المناطر طبعا هو زي ما حقا قلت كده المركز هنا هو مربوط مع جميع المراكز الخاصة بالوزرات جميع المراكز الخاصة بالمحافظات من خلال الشبكة بنقدر باستخدام الزكاء الاصطناعي بنقدر نتابع جودة الخدمة وأداء الشبكة والخدمات اللي بتقدم للعناصر دي على مدار الساعة المركز هنا شغال 24 ساعة في اليوم من خلال عناصر أطكم بتبدل مع بعضها طول النهار وطول الليل شغالين بنتبن جودة وكفاءة الخدمة اللي بتقدم للعناصر شوانس يعني لو نقترب أكثر للصورة على الشاشة إزاي حضراتكم بتتعاملوا من خلال الخريطة الموجودة أو من خلال المواقع اللي موجودة فبالتالي بيتم رصد بعض الخدمات الموجودة في المناطق المختلفة لو تشرح لنا من خلال هذه الخريطة هنا دي عبارة عن خريطة تفاعلية بتبايل لنا التوزيع الجغرافي للأبراج الاتصالات اللي بتوفر الخدمات زي ما حاك شايف احنا فيه أماكن ما كانش فيها أي خدمات اتصالات قبل كده نجاحنا ان احنا ننشأ فيها الخدمات دي وننشئ البنية التحتية دي فيه خرايط تانية طبعا غير دي فيها تفاصيل أكتر من كتير من الكلام ده بيبان عليها عناصر خاصة بكل جهة منوطة وزارة الداخلية بتقدر تشوف عناصرها الإسعاف بتقدر تشوف عربياتها على خرايب دي مجرد خريطة رئيسية بتبين الشكل الجغرافي والتوزيع الكغرافي من التوزيع المواقع الخاصة بالشبك مش واندس يعني هل المركز بدأ عمله فيه بعض المحافظات الموجودة؟ بالفعل احنا فعلا نفزنا حوالي خمس محافظات وان شاء الله هيبان الشغل الحقيقي في مؤتمر في القنبة في المناخ محافظة جنوب سيناء مندينة شرم الشيخ انشأنا فيها المركز والمركز حاليا بيعمل وكل الخدمات هتطبق فعلا داخل مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ وانعتبر ده تطبيق عملي للشبكة هيبان في مؤتمر ملاخ ان شاء الله بشكر حضرك شكرا جزيلا لمهندس خالد عبدالهادي رئيس قسم التخطيط والتصميم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشكر حضرك شكرا جزيلا يعني كما طبعنا مشاهدين الكرام الخدمات التي يقدمها هذا المركز لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين من خلال الشاشات ونظام المراقبة الموجود في أغلب المحافظات لتعامل مع كل الأزمات ومعالجتها في الوقت العاجل من خلال جرف التحكم الموجودة شكرا لحضراتكم والعودة الآن إلى الاستوديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة